من العاصمة أبو ظبي تنطلق أخبار الدار إذ بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه برقية تهنية إلى الدكتور جورج إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأغلى للقوات المسلحة برقيتين تهنية مماثلتين إلى رئيس دكتور جورج إيفانوف